الحقيقة داعش ممكن أن تقسمها إلى طبقات الطبقة الأولى والطبقة المخترقة الأمنية وهذه تكون دائما التي تتحكم في مفاصل القرار المخترقة هي المخترقة ولذلك أنا أقول داعش نبتة خارجية في تربة قاعدية سقطتها أياد استخباراتية من حيث العموم نبتة خارجية ومخوارج في تربة قاعدية أصل فكر القاعدة قاعدة مشهورة نعم سقطتها أياد استخباراتية حتى لو حربوهم في الظاهر هم مستفيدون من هذا فلذلك هم مخترقون من قبل المخابرات لأن تحركهم في الواقع يدل على أنه ضد الثورة قولا واحدا ولمصلحة أعداء الله سبحانه وتعالى وخاصة النظام وخاصة إيران وهذه الطبقة حتى لو كانت أعداد قليلة وتجد أن الذين يتحكمون بقرارهم مجهيل حتى لما يقال الخليفة أبو بكر من يتحكم يمكن هناك أشخاص حتى تتحكم بهذا المجرم الذي يسمي نفسه الخليفة فلذلك الطبقة الأولى هي الطبقة المخترقة الأمنية وهؤلاء هم زنادقة الطبقة الثانية هي طبقة الغلاة زنادقة مجرمون لأنهم بالأصل ما اخترقوا وما استخدموا الإسلام إلا لهدم الإسلام زنادقة أعرف أنها كفار نعم يعني هم أصلا استخدموا الغلو لهدم الإسلام سبحان الله يعني كالباطنية الأقدمين الذين دخلوا تظاهروا بالإسلام وهو بالأصل يريدوا هدم الإسلام نعم إذن الطبقة الأولى المخترقة المخترقة مخابرات وهي قولا واحدا نعم نعم